السلام عليكم كديري لا بس عليكم أموركم هانيا كدوس تعيدكم كدس الأمور كل شيء بخير وعلى خير نتمنى ان شاء الله يربي هذا الفيديو يلقاكم في أحوال طيبة الناس اللي يسافرون عند حبابهم كدس عندكم العيد كدس الأجواء أجواء اللمّة اللي توحشناها والحمد لله على كل حال اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيديو نخرجوا شوية من الكوزينة ومن الروينة بحكم الخدمة وسترس الخدمة وتم مرد العيد قررنا صراحة البروغرام ما كناش ديرينه تل آخر لحظة عدو اللينا قررنا هاد القرار اننا ان شاء الله غادي نمشي وغادي نمشي وشوية نرتاحوا وبغينا شي بلاساً اللي تكون شوية كالم أو ممتون البنات هكا يفوجوا فقررنا مشو الواحد الوبرج كنفتريقي موزر في اموزر نيت في اقصري او بغجباب اموزر واحد اللي سبصلي هو وزبيين بزاف بزاف سا فيدك شي علاش هنا يا غادي نغم المو في المبيت وفي فنتاكلي وكل شي ولكن ضروري اللي عنده الدراج الصغر ضروري ما تدي حويجة هكا اللي سناكو هاده باش ياكلوا الوليدات من بين الحويج اللي اديت معايا هو الحلوة هذه اللي كنت قدرت عند فاتحه وبزاف منكم اللي بنات سولتوني وبزاف كتقولوا لي اعطينا النمراء اعطينا هذا اخليت لكم كل شي في البغضان اخليت لكم الانستغرام دياله اخليت لكم النمراء في التليفون دياله كان معلومات سيتلقاوهم في صندوق الوصف المهم كيف ما شفتوك نحاول هكا ندير كريطينة نجمع فيها هكا الشكلات اللي غادي نتي معايا ديال الحلوة وديت معايا هاد اللاماشين هاد الصغيرة اللي عندي ديال البانيني حيث غننتي شوية ديال الحريشة والملوي على اساس البروغرام اللي دايرين اننا فقط غنناخد عندهم غير الغداء احنا ما كانت تعشاو شذاجة الفطور اه اه فضلنا اننا نتيو معنا حاجة الفطور من منطر والاشي القوتير الانسان لديك شي باش دار الفطور وانيت باش كي دير القوتير مع العلم كي تلكم راكو وشي كين تمام الناس اللي ما كيبغيو شي ديال معاو مالوك وشي كين تمام ولكن كتس نودفو اللي خلان احنا احنا اللي خلانا من الاساس اننا ننتيو معنا حاجتنا الفطور عندو الوقت ديالو الغداء ماشي مشكلة الوقت اللي تغذيتو وكي يسدو تقريبا مع ديك الخمسة الكوزينة ماشي كيسدو الكوزينة ولكن الناس اللي كيبغي يكونوا كي طيبو وكي يخرجوا معا الخمسة ما كتدخلي كيبغي الاخرى حتى الثمانية دليل يعني كتبقي 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 انك تصني حتى الوقت هذا لكشي لاش باش ما نبقوش احنا مرتبطين الغداء ماشي مشكل اصلا ما عندك شفين طيبي وهذا والانسان خرج خرج شوية يخرج مرويين د الكوزينة لدينا معنا مسائل هكا ديال الفطور الحاجة اللي غادي نحتاجوا بحال كيف ما كتشوفوا الحاجة اللي كيبغيو ليا البنات اديت زيت العود هكا العسل ترتوف واحد القريعة صغيرة هادوكو جلعة تريد ايكيا اديت كذلك النوتلا المهم الحويجات اللي غادي نحتاجوا اديت شوية ديال الفاكية هكا مخلطة على حسب هذيك اللي بغاها هكا في ذيك العشية من كيغلس الواحد حتلا بيسين واذا يحطها معاه مهم طرقنا معنا مرجع نخدينا لشيبس الليبنات لبيسكوي المهم شي حويجات هكا خفف وصافي مع العلم كيغلت لكم كيغلوا الفطور كيغلوا 35 درهم للبخصان كيكون هكا فطور بلدي يعني فيزي ترقان والعسل واملو وبرد ديالاتي انا اديت اموري معايا وسيختيولي عندو الوليدة الصغار واناكم عارفين مع العمان في اي لحظة كيبغيوا هكا ينقبوا شوية انني انتي معايا الامور ديالي وحتى المش ديالي ربانسيت وشتاوديت لي ماكلتو هذيك اللي كاتشوفو حطي تمام مهمها كنحاول نجمع حاجة بحاجة كنمشي بحاجة الماكلة هي اللولة عاود ندوز اللي بخو ديالي كانت معايا ومني كان قوله الدراري كان قوله الدواء كانت معايا الدواء السخانة دواء المصران انا في الممشي تتابعني كانت دي هكا دوليبران فيتامين سي التقطيرات ديالي ما بحكم كيلا بيسي المهم كنحاول هكا تلحويجات هادو اساسين دي ما كيكون معايا لا الكل على حسب التعقيم وعلى حسب الله يحفظ الله تشرحوا هكا البنيات ولا شي حاجة اكيد حاجة الدوش مسائل ديال دوش اللي بغوصة دون ديت كانت تيا ديك اللي بغو سيلكتريك وديك اللي عيبة الغوز ليه فاش كان ندير الريوس ديالها هنا يلي سوان ديالي مع العمان وهذا ديت لماسك حيط عندي لابو سنسبل ضروري ما امنت دي لماسك ديت عاوتاني للوي فيرا وعلى ديك اللي فيرا كنتو سولتوني على البغد كاريتين من كان ناخدها خديتها عند كارولين اللي كانت باختاجي معكم دي ما كتجيب اللي بخدوي ديال باليا اللي بخدوي ديال للمان بالنسبة الماكياج اكيد ما كانت تشمعي الماكياج ما كان ديروش في عند البحر هادي حاجة طبيعية لأكران هدا الكريم ادغطان لجيل باش نغسل باش ندغطي لو كوغ ديالي هادو هما المسائل اللي كانت تي ودينة معانا هكا كارتة ديال رامي ودية الانو هكا باش كاللعبو العشية المهم شي حويجات بحال بابيجينيك بحال هذا ديال ما كان هزوم معايا ما كتعارفي الوقت شنو كتجيب لاندو الدراري هو هادو كتوقفي في الطريق بزا في ديال الحويج صافي هنا يدرت واحدة ساك جمعت فيه اللي تخوص كاملين كنحاول كل حاجة كيكت لكم هكا نعزلها باش حتى سوى مني كنوصل لديك البلاسة او مني كنجي من ديك البلاسة كيكون سهل عليا مني كنجي رد الحويج او لم يجب ديال حاجة عارفة كل حاجة فين درتها هنا يا ساكادو ديال بنتي لقيتها جمع لي على الرمض القيصات قلت لك بغى تديهم بزز 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 باش قبلت انها هادات غي وحدة غي على الطريق هكا قلت لهي فيها الطريق وصافي مهم حاولت هكا نخفف عليها لفاليز تدرنا وحدة جمعنا فيها الحويجات كاملة اللي في هاد ساكادو الساك الاخر وقبل ما المشيت تركت ديكاتلون على حساب بنتي الكبيرة تبارك الله كينك تقرأ في السابعة لذلك ما بقى شغل بغى تلبس لي المايوت دو بيارس واخر النغمال ما هي دو بيارس كنت تلبسو وكتلبس معا الشورت ولكن ما بغى تشاهدك يبقى هكا المعرضي ويتدبها اصلا ما بغى سا فيجينا ديكاتلون باش نشوف ليها ويتدبها ويجب ان تجد موضيل صراحة بي وانه هكا البنيتات مستورين كتلقوا شورت مع الفوق دياله وبحالات الشكيل هذا هذا نيته هو اللي خدت ولي ولا تخدت مازال في الاخر وهم كانين شكيلات صراحة بي انه هكا يجيو دي باردور بشورت ديالهم مستوري البنيتات كيبقوا احسن من من دو بيارس واصلا هاد الامور هادير عندها لاجة ديالة البنيتات صغارة هما اللي يجي معهم دو بيارس كيبصلوا لواحد اللاجرة ولي حشو ما انها تلبس بحال ذو كل مسائل هنا حاولت في الطريق نصور لكم شوية المناظر لكينين في الطريق هنا هنا دزنا من الطريق إيليغ يلي فيها هذا المنظر هذا ما طلعناش على طريق تغازد على طريق أورير استسميح دزنا من إيليغ كان دزنا من واحد دوار اسمته ألمة كان تكون قليلا قريبا ما تضربوش مسافة كبيرة ماشي بحالة دستو من أورير ودكز حمد أورير وصراحة كانوا واحد المنظر في الطريق غزال والطريق الحمد لله ديال إيمو الزار هنا هاد البلاصة هادي بالضبط اللي كنصور لكم هنا جيت باراديز البداية ديال باراديز تبارك الله واحد المنظر فيها غزال هنا هنا صراحة مع ماني يمشي للبراديز لانتي هذا الشيء اللي يعودوا لي الناس كتحطي الطموبيل وكتدر بواحد المسافة على رجلك وعارفين هاد البلايس هادو ما فيهم مش في انتاكل يعني رغا تدي معاك ماكلتك وتدي معاك ديج غا تكوني متقلة بالباقاج الشيء اللي خلاني مع ماني يمشيت لها وختي عودوا على زوينة ولكن غير ذاك العذاب ديالها درت انا بالناقص منها مهمة في جينا حتى نحويجاتنا البست اللي بيسة باش مش ينزلون عمو ثلاثة ساعدة جمشة نهار هاتي البنات انا نضخط الطرق حاشاكم جاي وانا نوض لكم خاطركم كتقضى علي الطرق ركبت الطموبيل ركبت الكارل ركبت الطيارة كندوخ مهم البست اللي بيسة هذا العمال كومبي هذا كنت اخذته اخذته 600 درهم اخذته 800 اخذته 400 لا علاقة هذه اخذته 250 درهم بخذة 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 كميمته ونحاول اخذته بخذة و يتخشى بالنسبة للبنات الذين يتخشى هنا لا تخافوا منه ما عندها كل ما عندها التحاجة و في الجنيبات هنا اللي يريد أن يجمعها و أنا قلت لكم هذه 250 درهم صدقت لي حسن من دوك 600 و 800 درهم من بعد ما تنصت لنا في الشام أول حاجة قدرناها من يلبسناها أكل بس لعومان خرجنا تغداء أولا نحن نتواجدها لكم والبنات في بلكم يجب عليكم التحاجات نحن كنا نقول أنهم يكونوا واجدين ولكن بحكم هذا الكورونا و هذا لا يجب أن تكون هذه المسائلة لديهم واجدة إلا تحاجات الشيء الذي يجعلنا أن نأخذنا هذا البلاب حالا تغدينا رتحنا شوية و عد الساعة نزلنا نعومه و يكون غزاء للبنات و هي على منظر عثيرة واحد السكون تسمعوا ريح الشجار و الصوت العصافير واحد لا تصوروا هاي يومين هاي ارتحيت فيها ارتحيت فيها بززاف ماشية تشوية و خصوصا أنت تعومي أو أنت قلصة و منظر الجبال ما يدخلها و هاي سلام لا تصوروا غزاء و مهم ندخلنا من بعد و جنا و جنا هنا و جنا و جنا و جنا المسائل من المسائل و المعلمات و هم مانعين الماكلة و لكن ما مانعين هو أنكم طيبوا في الدخل من المسائل منعها منعها بحال هكا ركتكم عندهم آتي بغيتي التباصل لانا التباصل رماديتهم مش معي أخذتهم من عنده بغيتي الكيسان كي أعطوهم لك أي حاجة بغيتي رغم ما تعطوهم لك يعني كي قلت لكم الحاجة الوحيدة المانعين هي أنكم تطيبوا والناس تقريبا كل شيء اللي كانوا نازلين هذا هو السيستم هكا كيدروا غالبا كل شيء تقريبا كتلقاهم بغيتي تغدو عندهم وهكا كي يخدو آتي أو الحليب أو كل واحدة شنو بغا في من بعد ما أكلنا جمعنا المسائيل وخرجنا 1.5 بيسين قلنا هكا كي اللعبو شوية أونو كانت ضحكو ومجمعين هكا بيناتنا حاولت هكا نتقسم معكم النهاري بعيدا شوية على الكوزينة وعلى الشهيوات نتمنى بحال هذين يعد الفيديو عجبوكم خليت لكم مراحة البال تنطلقوا ان شاءنا في فيديو جديد السلام عليكم